على الفقرة التانية على طول وهي فقرة اسأل مع دكتور نورة وهتكلم عن الزوج ابن مامته او لوسي ابن طانت فاكيه الناس بتشبهوا يعني ده اكتر مثال موجود واتعمل في السينما المصرية يعني مثال موضح التعامل مع الزوج ابن امه طيب ايه موضوع الزوج ابن امه ده هل هو ايه بالظبط هو راجل ولا كل الرجال يا جماعة في حياته في شغله برا برا البيت انسان بيفكر صاحب قرارات انسان جميل جدا ها يعني كده تمام بس في حين ان هو ما بيبقى في البيت ما بيبقاش كده بيبقى عكس اللي برا خلاص كده طيب الزوج دايما او الرجل بياخد تسعة وتمانين في المية من سلوكيات ومن عداية وافعال والده بس لو الام هي المسيطرة في البيت او بيوجود والده او نظرا لان والده توفاه الله او حصل اسباب او بيسافر او مش موجود او منفصل عنهم او او الى اخره اه ناخد اول اتصال معنا اهلا وسلم بحضرتك استاذ السيدة اتفضلي اي اهلا بيكي ايو السلام عليكم بيكم السلام ورحمة الله بيس حضرتك انا كنت عايز اسألك ان طول ما انا قاعدة بشد الشعر غزبا عني كنت عايزة اعرف اعمل اي يعني بتشد في شعرك بالكامل ولا ولا القصة مثلا ولا فاهمة فاهماني او لا كله كده طول ما انا قاعدة افضل اتحر فيه حلو طيب اه ايه تاني في حاجة بتجيلك تاني غير ده لا لدرجة بحضت بتتقرع في شعري تمام شعري خفته خالص بقى شكل وحش حلو كل ده ما بتبقى قاعدة لوحدك ولا في الانشطة اليومية بتاعتك لو انا قاعدة لوحدك لو انت قاعدة لوحدك اذا احنا مش هنعود لوحدنا اذا نعمل عكس الفكرة فيه وسويس اشد في شعر انت معايا هكملك بسرعة اه خلاص خلاص يا فندم تابعيني وانا هجاوبك اه الفكرة كلها جالك وسويس شد الشعر ما تشديش عملي عكس الفكرة لا ده انا شعري جميل انا هحط عليه زيت واسرحه بدل ما تشديه تسرحيه ها ها واخد بالك بدل ما هو مكشوف كده وتقرع من قدام واي واي ندور على منتجات تزود كسافة الشعر هنبعد خالص عن الافكار اللي جايه الشيطان بيلاقي مداخل في كل مكان والوسواس لو كبر في فكرة بيضمر حياة الانسان كلها لان بتبقى عبارة عن وسواس ووهم كبير هو عايش فيه مصصحيح افكار تفهة وغبية ليست لها اساس مناصحها ولا تمثله طيب نتكلم على زوج ابن امه نعرف منين يا بنات ان الرجل اللي جاي ده ابن امه اول حاجة بيبعت ايه مامتو كقوة استطلاع الاول للعروسة بتروح البيت او بتيجي البيت وتعود عندك وابني يا ابني ده بصوا مفيش احسن منه بس هو مشغول دلوقتي يا بتيجي تقريبا ايه في معينة مبدئية واستطلاع للرأي عن الفاميلي وناخد اتصال تاني ونقول قالو اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اساس اشرف تفضل تفضل يا فاندم عليكم السلام علو السؤال تفضل تفضل يا فاندم خلاص حضرتك عود الاتصال بينا بعد اذنك طيب بعت مامتو اول مقابلة هي وفقت عليكي هو هيجي المقابلة اللي بعديها طيب موافقتش يبقى ايه خلاص كده هي اللي بتوافق وهي لأ طيب ايه بنعرف منين ابن مامتو لما يكون لو مش الموضوع وجات وجات في فترة ما او بتقولك الخطوبة يوم كذا والشابكة يوم كذا اذا هي المتصدرة للمشهد ده ابن مامتو بيجي يتكلم معاك يقولك يا تجنني يا مونة اي اسم يعني ده ده انت بنفس التفكير ماما بالزبط وتبقى انت مبسوطة وكده يعني وده مش كويس فيما بعد لانك هنوضح ليه بعد شوية طيب ايه تاني ما تجيبش جزهة معاها لو موجود تجيب مثلا ابنها مع اي اسم يعني اي حد في الدنيا احمد مثلا تجيب احمد وتقعد وبتاع واخد بالك ها البنات تركز معايا واول ما احمد يعد يعد ايه جنب ماما او قصادها عشان تبقى ايه نظرات كده ايه ياخدوا بخص بعض في القاعدة دي تمام كده طيب بالنسبة لزوجها لو موجود اصله مشغول مجيش اصله ابو احمد يا جماعة مش قادر اقولكم مفيش كلمة مفيش حاجة ما بدنا تللوش كلمة في البيت ده هو رجل البيت اوه نقدر اعمل حاجة من وراه الكلام بهذا الشكل وتعرف على طول ساعتها ابو احمد لما يجي او ابو الشخص ده ما تلاقيش اصلا تلاقي هي اللي متصدرة والشابكة وبنفكر نعمل كذا وبنفكر اذا ناخد بالنا بالكلام ده الراجل نفسه موجود ومش موجود لو موجود في العيلة ابو العريس ها بس مامة العريس تبارك الله هي اللي مسيطرة على الاوضاع يوم الخطوبة بقى والشابكة حضراتك في محل معين بتدخلي بناء على رأيها محل معين بقيمة معينة وتشوف انت هتلبسي ايه يناسبها شكلا قدام الناس يعني حاجة تتناسب معه معه فلوس ابنها تمام كده طيب في حاجات يا ستة خطبته هم في حاجات بينك وبينه قلت سيها انت وهو ايه فجأة مامته بتجيب سيرة من بعيد فانت يعرف انه قال لها خلاص كده يعني ايه بتلمح كده وبتاعه وما كانش ينفع ومش عارف ايه فتعرفي انه ابن مامته طيب في حاجة تانية في حاجة تانية ها في حاجات في حاجات تانية في فرق بس انا عايز اوضح بين بر الوالدة وبين التوقع انه يكون تابع ليها هنوضح بسرعة هنا ونقول ها طيب لو محمد دا ولا احمد ولا اي بني ادم اتخذ رأيه اللي هو الخطيب او العريس خدتي رأيه في حاجة وقلت له ايه او باباكي يا ابني ايه رأيك نعمل الفرح في الحتة الفلانية طب ساعة يا عمي وهتلمك اكون كلمت اصحابي دا موضوع عايز تأني وتروي وهو هيروح يرجع لمامي يقول لها يقوم ايه بعد ساعة يتصل بالراجل حماة او حماته يقول لها والله ما ينفعش ويقدم لها الدليل والمبررات والكلام من الدين وكل ويستمتة في الدفاع عن الرفض ولو وافق يبقى وافق لو رفض يبقى رفض خلاص كده اهلا وسهلا استاذ اشرف معنا مداخلة فضل يا فندم خلال وسهلا عليكم السلام علي صوت حضرتك من فضلك وسؤالك بعد اذنك خلال وسهلا عليكم السلام ورحمة الله انا بقى حضرتك يا بكتورة ما بتكلمش بقى على الاطفال ما بتكلمش على الاطفال وعلى الاولاد انا بتتلم بقى عن الزوج والزوجة الزوج لما يكون عامل كل عادة حياتي ويقدر يعملها في صح وقويتها اه الزوجة دقى مش يعني دركة ده كله بدت مستجهلها عشان هي طبعها من طبع ما ميتها عشان هي تربط على كده عشان انا بحاول انا اتغير بقى لي سنين ودعبت يا دوبك جبت النتيجة بسيطة قال والنتيجة البسيطة اللي جد بي ربنا اللي بعتها لي يعني ممكن تكون جد بقى بايه بالنهية حيحصل لها موقف الحياة يحصل معاها حاجة في الدنيا تعرف معاك بنادم شريكي معاك حد تحبض عليك معاك حد ممكن يبيع نفسه وروحه عشان خاطرك انت انسانا ما تستهليش تكوني انت تكوني مع الشخص ده عشان الرجل ده حرام عليك انت دينويتك كده حابة ان هي تقع في البنادم وخلاص ان عشان بنادمة دي انا انا هوضح ولا نحطها في دماغتنا ولا نحطها تحت الاطر ولا عمل هجاوب حضرتك لا 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 عوضوا بالله ولا تحت الاطر ولا حاجة هجاوب حضرتك دلوقتي حالا بس بعد ما خلصت الحتة دي عشان احنا برنامجنا قرر بيخلص يا جماعة الفكرة كلها انت عشان لو لقيت العلامات دي كلها انا هجاوب حضرتك يا أستاذ أشرف بعد ما خلص اوكي لو لقيت العلامات دي كلها اجري انت ما تجريش انت تهربي تاخدي اول كده اي حاجة معدية وتمشي عربية نص نقل اركبي فيها وامشي ما تكمليش معاه افساخ الخطوبة فورا لان اجلا ام عجلا احتمال كبير جدا تاخدي لقب مطلقة طيب لو جيتي قلت له طيب في سؤال بقى في بنوتة كده بعتلي طيب اقول له ان انت ابن ممتك ياس قولي له بس من غير اهانة هيحصل كذا حاجة هم اول حاجة يمكن يرجع لعقله ويعرف انه غلط الاكشنز اللي بيعملها دي او الافعال دي المفروض يبقى مستقل طيب يا جماعة انا عايز اوضح حاجة ابن ممتو ثلاث انواع في ابن ممتو بالمشاعر كل حاجة بيحس بيقولها لها بس قراره من دماغه قراره من دماغه صاحب شخصية مستقلة في ابن ممتو بالقرار قلبس ايه مامي الجرفتة دي ايه السير عربية ايه طيب اجاوز دي ما اجاوزت دي ده قرار طيب عام كده فمشاعره كده مش مع مامي بس قرار مامتو هو اللي بيبقى الفاينل طيب قرار مامتو هنا حتى لو قرارها غلط يقول ايه كل شيء اسمه ونصيب حتى لو قرارها غلط اه ربنا هو اللي كاتب كده مع ان ربنا ما قالش كده اوكاي فتجيب جزئية وفي بالقرار والمشاعر وده ايه رحمة الله علي ايه مناش دعوة بيها ده ما ينفعش اصلا طيب كده طيب عندما تموت الام لازم يبقى لانه شخصية اعتمادية لازم حاجة كمان تحصل لو ليه اخت بقى لو ليه اخت يبقى بينقل الشمعة الاعتمادية من على مامته لو ماتت ها لأخته فالزوجة تعيش ازاي احنا بنتكلم للبنات اللي فاسخت الخطوبة والكلام ده كله وقالت له ان انت ابن مامتك تمام كده تمام طيب لو جوزت وخلفت خلاص بتبقى نسخة تبقي الاصل من مامتك تبقي الاصل ها في اللبس في التبكير في حال المشاكل فاخذ رأيها نشتري الشوز من الحتة الفلانية اتصل بماما دلوقتي ويقول لها تعمل لنا ايه فانت هتبقى او انت تبقى للرجل ومامته فانت هتبقى يعني لازم تبقى كده نسخة تبقي الاصل علشان لو جرالها حاجة تبقى انت على طول ينقل الاعتمادية عليك يعني نسخة منها نسخ خلاص كده ده عشان تعيشي مع الرجل ابن مامته اللي فيه اولاد بينكم اولاد طيب نرجع بقى للمخطوبة دلوقتي لو قالت له انت ابن مامتك هيحصل حاجة هيحصل ثلاثة سيناريو هيحصل ثلاثة سيناريو اول سيناريو هيقول ان انت قليلت الزوء وانسانة يعني ما خديش كفايتك من التربية طبعا تفهمين عايزة اقول ايه ده لو هتكمل فيه بنت بتتصل بيه تقول طبعا عايزة اكمل معاه بعد ما اقوله ان هو ابن مامته هتكملي معاه ازاي اول سيناريو كرامته حتى لو عارف انه ابن مامته لا يمكن الاعتراب كرامته يقولك انا ما اعترفش ان انا ابن مامتي مهما حصل طيب السيناريو التاني هتكتسبي عدوة مامته وهي اللي هتفتخ الخطوبة اه اول السيناريو التالت هتسيبك تجاوزيه بس لما تبقي حامل او في مشكلة حصلالك في حياتك مش عارفة توازني بين مشكلك انت الشخصية في شغلة او كذا وابنها هتأم طلقاكي منه او تقوله طلقها واجوزك ست ستها اذا ابن امه ها ناخد بالنا كده جماعة احنا ما بنقولش حاجة بس فينا مازج بتنجح فينا مازج الزوجة لو بقت قبيبست من الام بتكسب هذا الرجل بس امتى بعد يعني لقدر الله ما تتوفى ام الزوجة خلاف كده وقبل كده نيفر مش هيحصل خلاص كده طيب نجاوب على الاستاذ اشرف ونقوله دلوقتي حضرتك الولدة اللي هي مامة زوجة حضرتك دي معرفش حضراتكم متجاوزين بقلكم كم سنة بس كان لازم من الاول يتعامل حدود هي بتسمع كلام مامتها وهي كل حاجة تمام كده هي دي زي ما انا جبت استورة من شوية او استورة اللي هي بتاعت الطفل او الرجل ابن امه او ابن مامته هي دي نفس الشيء دي بنت مامتها معلش هي شخصية اعتمدية وانت بتعمل الحاجات عايزها يعني كل حاجة بتقدمها لها ومش مخليها عايزة حاجة وا 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 بس مامتها لسه لا ناقص لسه لازم يثبت انه بيحبك اكتر حضراتك فهمني هي عارفة ان انت مش مؤثر معاها وبتبقى زعلانة انا بقولك ان هي بتبقى زعلانة بس مش عارفة تستغنى عن سيطرة مامتها عليها الكاملة مامتها مسيطرة عليها تماما كان لازم حاجة من الاول كان لازم الزوجة تقول مامتها ماما انا يعني انا بحبك وكل حاجة وتحت رجلك بس انا بيتي وزوجي خط احمر لما نحتاجك او لو في مشكلة اول حد هنرجع له هو انت وخلي بالحضرتك هي ليه بتعمل كده او ليه اصلا ام الزوج بتعمل كده مع ابنها اللي هو ابن مامته وليه بتعمل كده مع بنت مامتها يعني الام نفسها اللي هي الحمى ازاي بتعمل كده مع بنتها او ليه الشخصية الام هنا وهنا بتعطي من غير حدود حب غير مشروط زعلان فرحان او زعلانة فرحانة بيها عاملة ايه انت كويسة ومتستناش المقابل اما العلاقة بين الزوج والزوجة في مقابل ده بتعامل كويس التانية هتعامله كويس والعكس بالعكس والحياة مش شكلة يعني حب مشروط الزوج والزوجة والحياة بينهم بتكون علاقة علاقة حب بمقابل حب مشروط وين توين او اكسب وكسبك او تكسبني وكسبك العلاقة كده اما العلاقة كده بين الام وبنتها او بين الام وابنها علاقة حب غير مشروط عشان كده بيبقالها الهيمنة في اتخاذ القرارات لانه كده كده هي بتحتوي وبتدي له كل الحب ونفس الشيء بالنسبة لمامة زوجة حضرتك انا اتمنى لكم حياة سعيدة عزاء المشاهدين ان شاء الله ونلتقي الاسبوع القادم في نفس الوقت يعني ونفس المعاد في برنامج صباح الحياة في انتظار اقتراحتكم ومشاكلكم على اليوتيوب والانستجرام احنا كاتبين الحسابات وعلى موبايلي شخصيا لو انتوا حبيتوا تتواصلوا معي يعني حل المشاكل وإلى اللقاء اشتركوا في القناة